التي يستخدم الإرهابيون فيها أبواقهم الإعلامية لمحاولة نشر الأكاذيب واستخدام التضليل لفبركة الأحداث مرة أخرى وليست الوحيدة تتعرض ساحة العباسيين لاعتداءات إرهابية وهجوم من التكفيريين حيث اعتاد الإرهابيون على الادعاء بالسيطرة على ساحة العباسيين وفي كل مرة سرعان ما تنجلي سحابة ادعاءاتهم خلال دقائق ليظهر حجم الخداع الذي يستمونه لرفع معنويات مرتزقتهم أنا بالتجارة بيتها جاي من التجارة ومحلي هنا لأدام ما في شيء طبعي على سائق تاكسي بشتغل على تاكسي شوفير تاكسي اليوم طول النهار وأنا عم بفتل بقلب البلد ساحة العباسيين باب دومة باب شرقي إحنا مستمرين رغم الإرهاب رغم الإرهاب تباحون وهذا تباحون نحن مستمرين وعم نبيع ونشتري وعم نشتغل وحتى أهل الميدان عم تفوت وتطلع ولا كأنه في شيء بحيي الميدان الدمشغي هذه حالة مو حيي الميدان هي حالة جميع أحياء دمشغ لا ما في شيء وحتى اليوم يعني كان في عندي اختي بالمشفى رايحين جايين على هاي وفي كم شغلة قضيته وما كان في شيء أبدا ومسافرة كمان أنه بعد يومين كتعب جيب غراضي من الحمدية والوضع الطبيعي ما في شيء أبدا ساحة العباسيين وكما هي دائما في عهدة حماة الديار رغم حجم الإشاعات التي يروجها التكفيريون وداعمهم بالأمس القريب حاول الاحتلال الإسرائيلي الذي يدعم الإرهابيين أن ينفذ عتداء على مناطق بريف تدمر فتصدى لهم حماة الديار وأسقطوا طائرة للاحتلال بطبيعة الحال سارع الاحتلال لتحريك أدواته على الأرض فنفذ الإرهابيون هجوما على محور جوبر خدمة لأجندات الاحتلال ولدعم هذا الاعتداء الذي أحبطه الجيش العربي السوري نشرت وسائل الإعلام أدوات الملة حملة تضليل لطائف منها سوى محاولة الضغطية على فشل التكفيريين الجيش العربي السوري وتصديه للإرهابيين إضافة إلى صمود المواطنين يمثل حلقة لا يمكن للإرهاب أن يكسرها بالتضليل أو نشر الشائعات التي لن تخفف من وقع هزائم التكفيريين وخيباتهم ترجمة نانسي قنقر